اليوم كابتن فودا تحكيميا اليوم كان افضل من امس والله بالنسبة للحكام الاجانب الحكم اللي حكم مباراة الهلال والرايد امس كان كويس واليوم ايضا اللي حكم مباراة النصر والاتفاق كان حكم جيد ايش ايش الميزة اللي كان فيه الميزة بالنسبة للحكم مباراة امس حقيقة ظهرت شخصيته من بداية المباراة استطاع ان يطبق القانون بشكل جيد لم يتقبل اعتراض اللاعبين عليه منح البطاقة الصفراء في الدقيقة 14 ومنح بطاقة صفراء ايضا اخرى في دقيقة 74 لياقة البذنية كانت عالية تحرك في الملعب كان قريب من جميع العاب داخل منطقة الجزاء حقيقة كان مستوى جيد جدا وحكم يستفاد منه حكم اليوم ايضا سيمون مارسيناك كان حكم جيد جدا ايضا لكن في بعض الملاحظات عليه اللي هي وما اتخذ فيها بعض القرارات اللي مفترضة من اتخذ مثلها لكن انا بوجهة نظري حكم عمس كان عجي كنت اختاروا لنا افضل حكم في دور ال16 انت اخترت مين اخترت الحكم السويسري حق مبارات الهلال والرايد ساندرو شاير اي نعم شاير بير نعم هو اللي اخترته امس هو اللي اتكللت امس ام ليه اخترت هذا الحكم اخترت اقولش لك امس كان طبق القانون بشكل جيد لياقة البذنية كاملة بجميع ناصرها تحمل سرعة سرعات مرونة رشاقة كانت موجودة عنده ايضا بالنسبة لتطبيق القانون وشخصيته كان هادي جدا منح البطاقات الصفراء المستحقة نجح في الالعاب داخل منطقة الجزاء لوجوده بالقرب واستفاد من لياقة البذنية ايضا فرض شخصيته بعدم قبول اعتراضات اللعب كابتن سمير عثمان رحب فيك ابو محمود والله يعنكم على البرد عادة انتجايتكم موجة باردة صعبة في مصر هالأيام في رأيك اول حاجة رأيك في مستوى التحكيم في دور الستاش وفي رأيك منه الحكم الاكثر كان تميزا في هذه المرحلة انا بناء المباراة اللي انا تبعتها في خلال دور الستاشر في الكأس انا شايف سلطان الحربي افضل مستوى بالنسبة لي لعدة اسباب اول حاجة نفتكر مطش الشباب وضمق الادار والسلطان الحربي لم يعتمد تماما على الفار كان الفار فقط مساعد ليه وده احنا افتقدنا في عاجات كتيرة جدا ان الحكام بيعتمدوا على الفار لكن سلطان الحربي في المباراة لو نتذكر كانت اول مباراة في دور الستاشر كان بيعتمد على نفسه والفار كان مساعد ليه جات له ثلاث اختبارات صعبة جدا داخل منطقة الجزاء وكل الاختبارات نجح فيها تركيزه العالي خلال التسعين دي في المباراة بدأ المباراة بتركيز ونهى بتركيز برضو عالي جدا علاوة عن اليقطة البدانية اللي كانت ممتازة وقدر يقسم المجهود بتاعه خلال التسعين دي يعني هو طبعا هو بيبقى عنده برضو هدف معين انه عاوز يثبت للجميع انه يستحق يكون موجود في القائمة الدولية السعودية فمن وجهة نظري السلطان الحربي هو الاميز في دور الستاشر ترجمة نانسي قنقر